المرحوم تمكين المغالبة من التمتع بحقوق الإنسان كاملة سواء على المستوى السياسي والمدني أو الاقتصادي والاجتماعي كان له حظ وافر من النشاط وأدت ثمان كثير من المناظرين من حريته ومن أيام شبابه ولكنه عاش حتى رأى ثمار ذلك الكفاح أينعت وتمكن من المستاهمة بدور فعال في إنجاز بعض ما كان يدعو إليه ويناضر من أجله حقيقة كانت مساهمته على مستوى المجلس الوطني للحقوق الإنسان مساهمة جيدة ويدكرها له كل المناظرين وكل المهتمين بتطور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد لكنه عانى في الأيام الأخيرة وترجع معاناة ودوء هذه في جزء موفر منها إلى ما قضى من ما كان إلى ما عاناه في السجون وفي كوميساريات من عذاب ومن آلام لكن رحمة الله عليه في هذه المناسبة لا يمكن إلا أن نذكره بكل إخير ولا يمكن أن ننسى مساهمته في النضال الحقوقي في هذه البلاد المرحوم كان من المناظر الكبار من المؤتقافي الكبار من الناس اللي اعطوا لهذه البلاد جزء بذي الأشياء الناس اللي نرلوه في الوقت اللي كان نضال فيه يعني قليل في البلاد الناس اللي خدموه يعني في الصفوف دي المجموعة من المجموعة اليساريين اللي كانوا داخل المغرب والناس اللي في الحقيقة هو من اللي جاء نورا السي المرحوم بن ذكري جاء في المجلس الوطني حقوق الإنسان يعني يحاول ما أمكن أنه يكمل العمال ديال السي بن ذكري وهذه من الأشياء اللي محسوبة له كان صديقا كان يعني إنسان شغوف بالثقافة وبالفن شغوف بالقراءة شغوف بزيف ديال الأشياء وعنده زملاء وعنده أصدقاء كتار والله يرحمه وسع عليه موسيقى 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 موسيقى